ماي عبدالهاتف الأستاذ رضا سقر رئيس حزب الاتحادة أستاذ رضا بعد التحية قراءتك لبيان مجلس أمناء الحوار الوطني وتأكيده تحديدا على التزام الحيادية في بحث ملف الدعم أهلا بحضرتك أستاذ مستهدين طبعا بيان الجوار الوطني بيان هام جدا وإحنا شايفينه أنه ده استكمالا لما تم مناقشته في الجلسات اللي تمت في الحوار الوطني لالفترة السابقة وإحنا تناقشنا في قضية الدعم وكيفية التحول من الدعم العالي إلى النقدي وكانت النقاش سريع جدا وكانت وفق ضوابط منظومة الحوار الوطني والنهاردة الحوار الوطني بيعلن أن فيه مناقشاتها تتم وإكتراحاتها لديه إكتراحات يتم بالتقدم بيها وده معناه بيعيد تاني فتح هذا الملف بشكل منضبط أكثر وبالتالي لأنه قضية الدعم النقدي أو الدعم بشكل عام منظومة الدعم منظومة مهمة جدا في الحماية الاجتماعية وبتشكل موازنة أهمة جدا داخل الدولة حوالي 653 مليار جنيه وهي في زيادة مستمرة لأنها بتمثل شبكة حماية اجتماعية كبيرة للمواطنين تحت خط الفقر ومحدود الدخل وانا شوفنا في الفترة الأخيرة إزاي ارتفاع الأسعار اللي أزأ إلى التضخم الكبير ده ده كان بيحتاج تدخل من الدولة علشان تعمل دعم مباشر للناس سواء في صورة النقدي أو العينية عشان تقدر تدعم هؤلاء المحتاجين تحت خط الفقر واللي لديهم عاوض وشوفنا عشرات الملايين من الناس انزلقوا إلى مستوى الفقر نتيجة التضخم والتصال الأسعار وبالتالي موضوع الدعم هو من المواضيع الهمة جدا لما له من حماية اجتماعية وشوفنا إزاي الدولة تحولت من الدعم العيني للنقدي في 2017 من تكافل وكرامة وبدأت الدولة تتحول من الدعم العيني لما له من بعض العيوب وبعض المشاكل وفيه نسبة تسريب ونسبة فساد مرتفعة وأيضا تضيقه فيه صعوبة جدا وكمان أنه معظم الدول ما بقتش تستخدم طريقة الدعم العيني لأنه طريقة قديمة وبقى فيه استخدام للدعم النقدي والدعم النقدي ده في الحقيقة هو ليه عدة مزايا كثيرة وبيحققها لأنه الدعم النقدي بيعمل توازن بين مصلحة المواطن محدود الداخل وإقدارة موارده يقدر يوزع هيشتري النهاردة وبقرة وبعده ويقدر يعمل توزيع لإقدارة الموارد بتاعته أيضا بحق طيب اسمح لي أستاذ رضا في هذه النقطة تحديدا بما أنها كانت محل نقاش كبير بالدعم النقدي والدعم العيني بما أن الهدف هو وصول الدعم المستحقي أي أن كان شكله أبرز ما يدور في أرواق الأحزاب المصرية وليكن نتحدث عن حزب الاتحاد بشأن ملف الدعم هل لكم اتجاه معين لعرض إن كان عيني أو نقدي أم ما زالت المشاورات متداولة في الحقيقة أنا داخل حدو الاتحاد بندعم فكرة أن يكون الدعم نقدي لأن التجارب أثباتت أن الدعم النقدي لديه مزايا عديدة بعيدا عن بعض مشاكل الدعم العيني وزي ما قلت لحضرتك أنه ما بقاش ينفس في أماكن كثيرة والدولة سعلا بدأت تتوجه في بعض أمورها للدعم النقدي نقايد الدعم النقدي لأنه زي ما قلت لحضرتك أنه هيقدر يوفر للمواطن البسيط القدر على اختيار كيفية انفاق الدعم بناء على احتياجاته عكس الدعم العيني الدعم العيني للدولة اللي بتحدده بتحدد نوع السلعة والخدمة المدعومة وبالتالي هو محدود ومرتبط باللي الدولة بتحدده إنما هو في الدعم النقدي يقدر يحقق احتياجاته ويقدر يلبي احتياجاته وأولوياته بالطريقة اللي هو عايزها وده بيحقق شكل من أشكال العدالة الاجتماعية كمان بيحسن معيشة المواطن المصري بشكل مباشر بالدعم النقدي كمان بيبقى ليه مرضود على الاقتصاد المصري وكمان بيتماشى مع فكرة أهداف التنمية المستدامة اللي احنا عمليين نتكلم عليها على طول إنه ده بيبقى جزء منه بيحقق التنمية المستدامة احنا شايتين إن الدعم النقدي بيتيح للمواطن المصري مرونة أكثر في إدارة نطاقاته واختياراته داخل أصويته بما يتناسب مع احتياجاته وبالتالي الدعم النقدي كمان بيبقى في ميزة للدولة بيضمن للدولة وصول الدعم المستحقين الحقيقيين والفعليين عشان كمان ده بيبقى بيحقق أو بيشعر المواطن بالتمكين والحرية الاقتصادية عنده احتياجة إنه بيأخذ دعم نقدي ونتمكن منه عنده حرية اقتصادية في إنه يرتب أولوياته بالشكل اللي هو شايتها فإنه احنا شايفين إن الدعم النقدي له مزايا ولكن يجب أن يكون مشروط يعني أن يكون مشروط وفق ضوابط حقيقية لأنه كمان أنا عايز أن مفهوم الدعم ومعاييره تبقى واضحة للناس لأنه الدعم ده مش هيورص يعني الناس ما تبقاش معتقدة إن الدعم يورص وإحنا عاملينه للشخص اللي تحت خط الفق أو العوض لفترة زمنية محددة يطلع بيها يخرج من دائرة العوض وبعدين يدخل غيره فإذا هي منظومة منظومة متكاملة تستمر لفترة محددة ثم ينتقل هذا المواطن من خط الفقر أو العوض إلى خط التمكين أو أنه يبقى عنده استقرار اقتصادي في حياة الشخصية وبالتالي ندخل غيره كده المنظومة تقدر تستمر لأنه مش معقولة أنا هدخل المئة مليون وأبضل واقف لو مش هيحصل فإذا الدعم النقدي هو مهم جدا لفترة ضوابط وشروط لازم في الحقيقة احنا محتاجين قعدة بيانات ضخمة جدا داخل الدولة المصرية علشان قعدة البيانات دي تحدد لنا عدد الفقراء في مصر وعشان ما يحصلش تتريب لهذا الدعم برضو احنا يعني إذا كنا يعني بنخشى من الدعم العيني من التتريب والفساد احنا برضو مش عايزين نقرر ذات الدعم العيني فإذا لازم يكون عندنا بيانات دقيقة واضحة عن حجم وعدد الفقراء داخل الدولة المصرية وفقا بضوابط وقعدة البيانات الموجودة داخل الدولة المصرية وبالتالي نقدر نتعامل معاهم تعامل حقيقي واضح منظم منضبط ما يحصلش فيه تتريب يبقى ده بالنسبة لفكرنا في الدعم النقدي فإحنا شايفين الدعم النقدي هيحقق طفرة حقيقية داخل المجتمع المصري وهيحقق حرية وتمكين للمواطن المصري في توزيع أولوياته وترتباته وبالتالي يعمل ارتياح داخل المجتمع المصري وهو ده الهدف الأساسي والرئيسي إن احنا المواطن اللي تحت خط الفقرة أو العوض يقدر يحصل له استقرار اقتصادي نوعي يطمئن داخل الدولة المصرية ويعلم إن الدولة المصرية بترعاة في الدعم والمزايا الاجتماعية رعاية حقيقية وزي ما قلت لك وفق الضوابط منضبطة عشان ما يحصلش تسريب ولا فساد ويذهب الدعم اللي غير منضبط أشكرك جزيلاً وضحت فكرتك الأستاذ ريدا سقر رئيس حزب الاتحاد ترجمة نانسي قنقر